السلام عليكم و شارعكم انشاء الله تكونوا كامل بخير و مهنين و بصحتكم يا ربي انا طولت عليكم شي لغيبة هاد المرة كنتمري داعي سيبوه سليمان ايش نحط لي فيديو هاد الفيديو عندو ينسى من مليدرتو هاد الفيزا و اليوم اكتب ربي ان شاء الله واني نماطي في الفيديو و باش نحطه لكم اليوم حندي لكم بيزا في المقلة ولا بيزاهات بزاف بنينة و خفيف هاد الفيزا هايلا هايلا بزاف بزاف تبعو معي بركماليح طريقة طيابة طيابة هو اللي فيه سر باش يجيكم منفخة و جخفيفة و جيبنينة هادي هي ان شاء الله ننوحو ان شاء الله لطريقة التحضير مع المقادير وش عندنا عندي هنا اه سميد مصكاس تاع سميد رقيق ولا دقيق رقيق ولا اربع مغارف تاع ماكلة يعني مغارف معمالين تاع ماكلة انا واحدة مغرفة الاولى التانية التالتة والرابعة قلت لكم هنا هاد الكاسي ما فين نخدم به نصف كاس ونزيدوا لها هاد السميد نزيدوا لها هاد السميد نزيدوا مغرفة خميرة خبز المطلوع ومغرفة سكر ومغرفة صغيرة تاع ملح مغرفة قاوح هاد السميد نخلطوا كامل هاد النواشف كيمارا كوتوفو ونزيدوا الزيت زيت زيتون انا حندير وليما عندها تقدر زيت المائدة لما تقدروا تستغنوا عليها كامل انا اخترى مادرتش الزيت وجاتني هاد السميد المغرفة الثانية والمغرفة الثالثة تقدر زيت زيتون تمدلها بنا هاد السميدة وتكون طيب وطلق مان بلا زيت اختران سيتها يعني واجاتني هايلة ونزيدوا هنا تزوج كيسان تعمى دافي نبدأ نضيف الكاس الأول غير بالعقل ونخلط هاد السميدة لذا كنت سميدك شغل يدوب بالعقل نضيف الماء ونحرك نضيف الماء ونحرك حتى نفرغ كامل هاد السميد ونزيد الكاس الثاني ثاني كدافئ كلاهي يدره ماشي بارد ماشي سخون يكون دافي شوية دهزوج كيسان انا تعمى هاد ولي مفيان خدموا بهم ثم اضيف الكيلة اللي حبيتو الفائد ان انا نضيف عيني ميزاني من هاد المرة ذات لكم الكيل هنا الكاس الأول والكاس ثاني كشتوني فرغته الكاس الثالث بس كيلة ماشي نضيف عيني ميزاني هذا الكاس الرابح انا عمرت هنا بطل فارينيات ما ربعة كيسان وبعد زيت زيت كاس الخامس بس كالك الكاس الرابع درته كامل بقسطرية ثاني اضعوا 4 كيسان وبعدوا بالعقل على خطر كل الفارينة وكيفاش كاللي تشرب كاللي ما تشربش هكو على بلكم يعني الفارينة كيفاش بعد نحيط المغرفة بديت نخدم بيدي نطم فيها بيدي تقعد هي طرية مديروش ناشفة يبزة ودي شوية تلاسق بيدي شوكم بعد نخلو كين عجنوها هكا بيدينا نطموها نخلوها تريح يعني هاي لكي متل كاس الخامس كامل نزيد كاس يعني السادس منه 1 ربع منه 4 كماشي بزاف زيت منه شوية هاي لكي هنها بعد ما كملتها هاي لكي هاي لكي هاي لكي شوفوا شو ها ننقص منه الكاس السادس ودوقنا نخطيها ونخليها لكي خمر احنا هاي لكي بعد ما غطيتها وخمرت شوفوا كيفش يعني ضعف الحجم التاحه هنحن نحب رضيك الخميرة نكسرها كامل إذا حبيتوا تضيعوا زيتها من بين يديكم لكي لا تلتق في يديكم العجينة انا لديها ثلاث خبزات قسمتها ثلاثة والتي ولدتها كبيرة قسمتها ثلاثة قسمتها ثلاثة قسمتها ثلاثة حسب المقلة كبيرة لأن المقلة هذه كبيرة ليس صغيرة لا تبقى لكم في الفيديو قسمتها في المقلة نحن قسمتها وانتو ملاحظة بالمقلة سوف تضيع دهنها قسمتها الألعجينة كامل لا تضيع مجردها 1 سم أو 5 سم لا تضيع مجردها وما بعد ذلك هي الفيزاة لا تضيع مجردها قسمت الطماطيش لديكم فيديو قسمت الطماطيش قسمت بارتانيك زيتون وخماج لدي شدر وقودة وقودة اخريت الخبز ان شاء الله اضعوا ايضا فوق النار الطيب النار قليلة ونجعلها طيب هذا هو السر تطيار البيزة لو كانت تقوية النار لا تريد ان تنفخ لكم شاهدوا كيف تنفخ وشاهدوا شراهية من تحتها كما لم تشاهدوا ندور فيها من ذلك ندورها لكي تطيب كامل الجوانب يعني النار نقصة فهنا كي تلحق لهذه المرحلة تقدروا تزيد النار تطيب النار متوسطة لكي تطيب يعني هي تطيب النار والتي احبت تغطيها انا لم اغطيتها ولكن احبت تغطيها عادي جي من الفخام والتي احبت تغطيها في الفور ونحمرها من الفوق ونحمرها ونحمرها من الفوق شاهدوا بعدما هنا احمرت هذه المرحلة اختيارية اللي احبت تديرها اللي احبت تديرها بعدما نحيتها شاهدوا كيف شجعت محمرها هيلة فورماج داب كامل ورحتها لا نحكي لكم ما شاء الله وداب هذا الفورماج جاءت تزاف هيلة ونحن احطاء ونحن اختيارية اللي احطاء ادوك ونحن اجدها كيف سأت تزافة خفيفة وشاء الله ادوك شاهدوا حين تديرها نتفقد الضعف ديسه بالنازل معلومة طبقة تجزيل وغير من نار يوجد خشونة خشونة متأكدة تجربة معجنانة في طياب زيت الماء و مارغارين و قليت الزبدة و الزيت تحمر كما راكو تشوفو نحبوها كم حموة مليح درتوها باش نطين نديرو فوق البيتزا درت البيتزا حليتها كما مقبيل ولكن كانت سخونة المقلاة حلوها قبل في البلندوت خافايتاكم بعد ديروها في المقلاة حلوها غير شوية درت سوستومات درت الزيتون و درت الطن و درت الشامبينون هنا الشامبينون يجب أن يكون طيب لأنه لا يمكن أن نديروها في الفور و هنا دائما نطيب و في البلندوت الفور تحمي يطيب تمتم ماشي كما تعدار و اضطلت لها الفور و اضطلت لها القودة بزف بلين يعجبني نايا و درتها فوق النار طيب درتها كما قلت لكم فوق النار قليلة شوفو كيفاش تضعف الحجم التحا كيفاش تنفخت شوفو هايلي كيفاش طابت من التحتها كيفاش ندورها هنا في هذه المرحلة قد تقدروا تزيدو النار كيف يكمل حتى تشوفوها بذات الطيب لا تقدروا تزيدو شوية النار ما تخلوهاش ناقصة بالزاف باش هكا زيت طيب ملح من داخل و لا احبيتوا تغطوها انا انظريا مقبل كنتم نغطيها هنا ما اغطيتهاش كي ما احبيتو لا احبيتوا تغطيوها تغطيوها اضطلتها في الفور شاعلت لها من الفوق و حمرتها من الفوق شوفو شحال جي اه شوفوش هنا ليس كي ما اضطلت للفورماج من الفورماج بزاف بلين قودة يعجبني اخر من الشيدار بصح بزاف الفورماج يعني اها غالي شوية تبعوا الصرف الطياب كما قلت لكم اجربواها ان شاء الله لابني بلاح تعجبكم هذه هي الخبزة الثالثة سرحتها هكذا احبيته طيبه اضعوا مقلات طيبه بالزوج سرحت الطن سرحت العجينة سرحت الطن وزيتون وزيت الفرماج برد وزيت الفرماج مع القودة وهذه كان طيبتها كما طيبت الاخرين وهذه كيفاش جد جد تانيك شاهدت تهيله شاهدتكم في الجنة ان شاء الله سيكون اعجبكم الفيديو تاع اليوم نبقى ليغنقلكم جربوها على بلح تعجبكم وما تندموش عليها تجيب ازاف منينا وما تنسوش دولي جملة فيديو وتشاركوا ليستبيقاتكم في القروب في الفيسبوك وتخلوا لي تعليقاتكم وبرتجوا الفيديو تانيك مع اصدقائكم مع الاحباب بتاعكم بشكل يلحق اكبر نسبة المشاهدة وبقى يدوكم سنقلكم بقاو على خيط هلا فروحكم فيديو اخر ان شاء الله على السلامة